لقيت عائلة مصرعها اختناقا بالغاز ببلدية تلاغمة في ولاية ميلا وأشار بيان الحماية المدنية أنه تم تحويل جثث الضحايا وإسعاف شخص آخر مختنق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من مدفأة داخل المنزل بمشتة السمارة بلدية تلاغمة كما عثر على الضحايا جثثا هامدة حولوا مباشرة إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية تلاغمة